السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذكرى قصة جواز وطلاء عايزة دينزو الفقار وفتن حمامة لايكوا متابع عشان يوصلكوا كل جديد عايزة دينزو الفقار ليه كتير من الاعمال المهمة اللي علمت في تاريخ السينما في بداية حياته اشتغل الاول مساعد مخرج وبعد كده اشتغل مخرج وكمان كتب السيناريو والقصة لفيلم الكل يغني تم اختيار ثلاثة من افلامه من ضمن قيمة افضل 100 فيلم في القرن العشرين وهم كانوا امرأة على الطريق وبين الاطلال ورد قلبي من المعروف ان عايزة دينزو الفقار وفتن حمامة نشأت بينهم قصة حب كبيرة جدا وهم بيشتغلوا مع بعض فيلم من الافلام وهو فيلم خلود فيلم خلود قام بانتاجه هو والد فتن حمامة اتجوزوا وخلفوا بنتهم نادية اللي شاركت معيهم في فيلم من افلام لما تسألت فتن حمامة عن سر طلقها من عزة دينزو الفقار قالت ان السبب مش عمر الشريف خالص قالت ان الجوازة دي كانت فشلة من الاول بسبب فرق السن الكبير جدا بينهم لان كانت تعلاقته معاملة زي علاقة الاستاذ وتلمسته وقالت كمان ان هو كان على طول مشغول ولما وقفت مع نفسها وقفت واسألت نفسها هو انا فعلا سعيدة في حياتي لقيت ان الاجابة لأ لقيت انها ملينة من كل حاجة حواليها وبعد طلقهم اتجوزت عمر الشريف والسلام عليكم